الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثنا في هذا المقطع حول مسألة خطيرة تتعلق بالمسلمين في بلاد الغرب ماذا يحدث للمساجد في الغرب وماذا سيحدث لدين المسلمين دين المسلمين من أبناء الجيل القادم فالذي يحدث حقيقة في الكثير من المساجد خاصة مثلا في أمريكا وكندا وغيرها هو هبوط إلى الهاوية نعم أنا لا أريد أن أعمل لا أقول بأن هذا الأمر يخص جميع المساجد لكن إذا تحدثنا حول المساجد الكبرى أو ما يسمى بالمؤسسات الإسلامية الكبرى فالمصائب سبحان الله تتوالى وإن لله وإن إليه راجع فحديثنا في هذا المقطع عن مسجد اسمه مسجد بدر أو المركز الإسلامي بدر لأنه حتى مسألة تسمية هنا هل هذه مراكز إسلامية أم مساجد هذه حقيقة يعني حتى المسألة نفسها تحتاج إلى تأمل كما سأبين إن شاء الله أعز وجل لكن هنا مسجد ناس تسميه مسجد بدر هذا موجود بكندا وهو من المساجد الكبرى في مقاطعة كيباك في كيباك بروفنس مسجد بدر بمدينة مونتريال هذا المسجد إخواني في الله عز وجل أخواتي في الله تعالى ستقام فيه حفلة رقص للفتيات المسلمات حفلة رقص داخل المسجد داخل المركز الإسلامي ولن يحدث هذا مثلا بتصرف بعض المراهقات أو غير ذلك وإنما هذا نشاط رسمي تم الإعلان عنه على صفحات المسجد أو المركز الإسلامي فهذا حقيقة هذا مثال من الأمثلة الكثيرة التي تدل على أن الجاليات المسلمة في الغرب وخاصة هذه المؤسسات الإسلامية إلا من رحم الله حقيقة هي في طريقها إلى الهاوية إن لم يتدارك الناس الوضع ويتق الله سبحانه وتعالى في دين الله عز وجل وفي دين أبنائهم وفي دين الجيل القادم فيأمر بالمعروف وينهو عن المنكر ويقف وقفة رجل واحد ويسعى في بيان الحق وفي الأخذ على يد السفهاء عياذا بالله سبحانه وتعالى فقد أكثر من الفساد في بيوت الله عز وجل فكما قلنا لكم الخبر هنا يتعلق بهذا المسجد مسجد بادر مركز بادر في مدينة مونتريول مركز بادر هو مركز قائم من سنوات كثيرة وهو معروف في هذه المدينة لكن القائمون على هذا المركز أو على هذا المسجد قاموا بشراء هذه القاعة التي ترونها على الصورة وهي موجود مقابلة بوشرة مقابلة للمسجد وهذه القاعة يعني جعلوها هي المركز الإسلامي الجديد يعني مركز إسلامي كبير أو كذا أو مسجد كبير كما قلت لكم هنا الإشكال إخواني في الله عز وجل أولا عندنا معضلة كبيرة حقيقة وهذه من نوازل العصر وأتمنى مناء العلماء وأقصد حقيقة من العلماء الذين هم الفقهاء الربانيون وليس أي واحد يسمى شيخ هكذا فهو من أهل العلم أنا أقصد حقيقة عندما أقول العلماء فأنا أعي ما أقول فالرجاء من أهل العلم أن يعني يبحثوا وأن يتأملوا في هذه المسألة فهي مناء النوازل فهذه المساجد الموجودة في بلاد الغرب هي من حيث الأصل نعم مساجد فتتحت على أساس تكون مساجد والناس تسميها مساجد هذا الذي يدور على ألسنة الناس وفي استلاحاتهم لكن حقيقة هل كلها الآن يعتبر مسجد هل لها أحكام المساجد لماذا أولا لأن هذه المساجد في قوانين هذه البلاد مثلا في أمريكا الشمالية أمريكا وكندا المساجد لا تعتبر قانونيا ليست ملكا للجانية ليست ملكا للمسلمين وإنما هي ملك لجمعيات خيرية يتحكم فيها أشخاص هؤلاء الأشخاص جماعة صغيرة من الناس لها الحق الكامل في القانون في قانون البلاد أن تفعل بهذا المكان تقريبا ما تريد إلا الأمور طبعا المخالفة للقوانين التي هي القوانين الألمانية قوانين هذه البلاد ولكن ليس أحكام الإسلام أي شيء يريدون أن يفعلوه إذا لم يكن مخالفا للقوانين فلهم أن يفعلوا ما شاءوا أما المسلمون فليس منهم إلا التبرع والنفقة والعمارة عمارة هذه الأماكن بالصلاة وكذا 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 لكن إذا كانت هناك منكرات وأمور عظيمة أو غير ذلك أو حتى هؤلاء القائمين على هذه المراكز غدا إذا أرادوا أن يقوموا ببيعها أو بتحويلها إلى أي نشاط آخر فلا أحد يستطيع أن يمنعهم فهل هذه تعتبر مساجد حقيقة هذا سؤال أول سؤال ثاني وهو ربما أو النقطة الثانية وهي ربما أصرح في بيان ما أريد أن أبينه هنا وهي أن القائمين على الكثير من هذه المساجد الكبرى كما قلت لكم كما هو الشأن مع أصحاب هذا المركز مركز بدر الإسلامي بين قوسين أو مسجد بدر بين قوسين يتلاعبون بالمصطلحات وبالألفاظ دائما هذا ديدنهم هم وغيرهم سبحان الله مرة يقول لك هذا مسجد ما تقول المسجد إذا مثلا أرادوا أن يحثوا الناس على التبرع إذا كانت القضية تتعلق بالدولارات بالتبرعات وكذا حملات التبرعات وشهر رمضان وكذا تبرعوا لبيت الله عز وجل وتأتي حملات التبرع وهنا تخرج ماذا؟ تخرج النصوص الشرعية الأحاديث النصوص التي فيها ترغيب في النفقة أو التي فيها حث على النفقة في سبيل الله عز وجل وفي نصرة الدين أنفقوا على بيوت الله عز وجل ومن بنى لله مسجدا وهذه نفقة في سبيل الله ومعروف جدا أن هؤلاء يتوسعون جدا في فتاوى الزكاة في صنف العاملين عليها أو عفوا نعم في صنف العاملين عليها وكذلك في سهم وفي سبيل الله فيقول لك هذا تدخل فيه الدعوة وعمارة المساجد في بلاد الغرب وهذه الأقليات وغير ذلك فطبعا بهذا الكلام هم يؤصلون أصلا من اليوم الأول وهو أن هذه الأماكن إنما هي كما يقال دور عبادة هذه مساجد بنيت لله سبحانه وتعالى فالناس تتبرعوا بعد ذلك الناس تسميها مسجد تقول لك هذا مسجد هذا هو الذي يدور على أجسنة العوام العوام لا تعرف الناس العوام لا يفرقون ولا يدخلون في المصطلحات وكذا لا ينتبهون لهذه الأمور الدقيقة ولا يعرفون القوانين وكذا غالبا يقول الله الناس تقول لك هذا مسجد نصلا فيه فهو مسجد لكن القائمين على هذه المساجد وهذه المراكز إذا أتيتهم وإذا أنكرت عليهم بعض الأمور كالذي سنذكره إن شاء الله عز وجل في هذا المقطع دائما المخرج ويعني المهرب وهو أنهم سيقولون لك لا هذا ليس مسجد هذا مركز إسلامي مركز هذا مركز للجالية community center وبعضهم حتى يقول لك هكذا بطريقة صريحة وقد فعلوا هذا حتى في مسجد بضل في بعض المرات إذا أنكر عليهم وصلون وكذا 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 يقول لك هذه جمعية خيري هذه مؤسسة وليست مسجد سبحان الله يتلاعبون بالمصطلحات وهناك أنا أعرف مسجد من المساجد كنا نصلي فيه وكنت أسكن قريبا منه فكنا ندخل أحيانا فنجدهم سبحان الله قد نزعوا السجاد وخلعوا السجاد وكذا ولم يتركوا إلا مكانا محصورا جدا قريب من المنبر هذا فقط يكون مخصص للصلاة أما في الخلف كله ماذا مخصص مثلا للتعجير لبعض الحفلات والولائن والأعراس وكذا فإذا أنكرت عليهم يقول لك لا هذا ليس مسجد يقول لك فقط الجانب الأمامي منهم فقط هو المسجد يعني فقط تقريبا الخمس الأمامي أو شيء أما الباقي يقول لك هذا community center هذا مركز تقافي سبحان الله لكن المصيبة هل إنسان له أن يتلاعب كما يشاء بالمصطلحات وبالألفاظ ويغير ويقدم ويؤخر يعني هل هذا ملك خاص مثلا يفعل به ما يشاء لو كانت هذه الأماكن نعم منية من اليوم الأول بطريقة صريحة جدا يقال للناس هذه الأماكن فيها جزء مخصص هذا سيكون مثلا مصلى أو كذا لكن الجزء الأكبر منها ليس مصلى وليس مكان للصلاة ولا تجمع له الأموال باستعمال وبالإشارة وبالاستشهاد بالنصوص الشرعية وبالحثة على الصدقة هذا لا يجوز سبحان الله هذا لا يجوز لو كانت مثلا جمعوا التبرعات من باب إقناع الناس يقولون عندنا مشروع كذا سنقوم بأنشطة اجتماعية وثقافية كأي إنسان أعجبه هذا المشروع يتبرع كما تفعل بقية المؤسسات الخيرية في هذا البلاد في هذه البلاد حتى بعض المؤسسات العلمانية كذا كذا حتى مؤسسات ملحدة تجمع تبرعات أي إنسان يعجبه مشروعها فيتبرع لها هذا ما فيه شكال هذا هذا شأنهم شأنهم وشأن من يتبرع لهم لكن لا هؤلاء سبحان الله اليوم الأول يبينون ويحثون الناس على التبرع يقول لك هذه مساجد هذه بيوت الله عز وجل كذلك أي إنسان يأتي مثلا يفعل شيء يعني نوع من الإنكار أو ما يسمونه هم مثلا فتنة يعني إنسان يخال في إدارة أو شيء مباشرة ماذا يسلون عليه سيف الفتنة والتشويش على المصلين وعدم احترام وعدم تقدير المسجد وبيت الله سبحانه وتعالى شيء عظيم جدا وأيضا ماذا عندهم إمام تجد عندهم إمام يقول لك هذا هو إمام المسجد إمام المسجد وهذا كلام إمام المسجد كذا عندما تقول إمام المسجد يعني هذا مسجد ليس مركز ثقافي وليس مركز وليس شيء آخر لكن كما قلت لكم هم اشتروا هذا المبنى الذي ترونه أمامكم العجيب أن هذا المبنى الذي اشتروه قبل عام أو عامين لا أذكر حقيقة كان قاعة حفلات كانت تقام فيه حفلات موسيقى ورقص خمر وكذا وكذا اشتروا هذا المبنى حتى يكون مسجدا مركزا إسلاميا كما يقال سبحان الله المفروض أنت إذا اشتريت هذا المبنى مفروض هذا يكون مثلا يعني خبر صار ما شاء الله يعني كان مكان للظلمات وللمعاصي والفواحش وكذا فيتحول إلى مكان للطاعة أنت أدخلت إليه النور أنت الذي تؤثر في المبنى وليس هو الذي يؤثر عليك وعلى طبيعة أنشطتك وغير ذلك لكن كما سترون الآن القضية الظاهر أنها معكوسة سبحان الله هم دخلوا هذا المبنى فتأثروا به أولا أنتم ترون هنا في جانب الشاشة هناك المكان الأحمر هنا هناك مكان أحمر يعني بعد القاعة هذا أيضا هو جزء من المبنى تخيلوا اسمعوا إخواني في العز وجل عجائب ما يحصل في بلاد الغرب وفي كندا وفي أمريكا وغير ذلك ولا نكير سبحان الله حتى أهل العلم وربما العلماء في البلاد الإسلامية لا تصلهم الكثير من هذه الأخبار فلا ينكرون هذه الأشياء العظيمة جدا هذا المكان الأحمر الذي ترونه الآن هذه خمارة هذا مكان يشرب فيه الخمر سبحان الله وهذا المكان مؤجر هو مؤجر عند المركز الإسلامي يعني هذا المكان الذي يشرب فيه الخمر وكذا وكذا طبعا أصحابه كفار وليسوا مسلمين نحن متفقين على هذا الأمر أصحابه الذين هم أصحاب المتجر أو أصحاب الخمارة أو شيء هكذا لكن الخمارة نفسها التجارة نفسها البزنس هو مؤجر وليس مالك لهذا المكان هو مؤجر عند المركز الإسلامي سبحان الله فهم يأخذون الإيجار في كل شهر من هذه الخمارة تخيلوا سبحان الله وحتى في الأول لما أنكر عليهم بعض المسلمين وجدوا لها مخرج قال لك لا احنا عندنا فتاوى وكذا وكذا هذا الذي بلغني طبعا من إخوة ثقات الحمد لله لما ذهبوا وتناقشوا معهم قالوا يا جماعة أنتم جمعتم أموال وصداقات كذا اشتريتم هذا المبنى للمسلمين مركز إسلامي مركز إسلامي ومؤجر لمكان فيه الخمر سبحان الله تدار فيه الخمر وفيه الفواحش والحرام وكذا قالوا لا نحن الأموال التي نجمعها من هذه الخمارة سيعني لن ننفقها في الأمور التي هي الأمور الفاضلة سنشتري بها ماذا؟ يعني أدوات التنظيف مثلا للمبنى أنا لا أعرف مثلا ألاف الدولارات التي تدخل في كل شهر يعني من إيجار هذه المبنى كلها ستذهب إلى مهواد التنظيف يعني أنت ستنظف حي بأكمله لا أعرف لكن سبحان الله اللهم استعان إن لله وإن إليه رجعه لكن موضوعنا الآن بالنسبة لهذا المقطع بالذات تأملوا هذا النشاط الذي سيقيمه مركز بدر الإسلامي مركز بدر الإسلامي مكتوب باللغة الإنجليزية هنا وإن كان بقية الإعلان باللغة الفرنسية هذا نشاط بوغ فيه مخصص للبنات للفتيات نشاط للفتيات داخل مركز بدر الإسلامي يعني ممكن نقول داخل مسجد هذا النشاط سيقام داخل المسجد إذا أرادوا أن يتهربوا ويلعبوا معنا كذا يقول لك لا هذا ليس مسجد هذا مركز طيب أنتم سميته مركز إسلامي لا لا تسميه مسجد ما في مشكلة نسميه مركز إسلامي نحن نعلم بأنكم دائما تتلاعبون بالمصطلحات هذا مركز إسلامي بالله يا عليكم هات الناس لما تسمع مركز إسلامي مسجد إسلامي كبير وتقام فيه صلاة العيد والتراويح وكذا وكذا ومئات المصلين بالنسبة لعوام الناس يعني مركز إسلامي يعني الأمر المودود فيه هو دين يعني إذا كان المركز الإسلامي أقام شيء يعني هذا الأمر حق هكذا الناس العوام خاصة في هذه البلاد ما أحد يأتي وينكر عليه يقول لي لا الدين يؤخذ من القرآن والسنة والأدلة يا حبيبي نحن نسكن في بلاد الغرب الأمتل أن تتحدث عن جيل يعني جيل جديد من أبناء المسلمين الكثير منهم لا يعرفون حتى بديهيات الدين يعني بالنسبة لهم أمر يقام في المسجد أو في مركز الإسلامي يعني هذا هو الحق هذا هو الدين يعني ما في أمر آخر خاصة ما كان فيه إمام وإمام راتب وكذا وكذا طيب اسمها بروم نايت هو من العنوان أصلا عندك إشكال أنتم طبعا تنظرون هنا الديزاين هنا للإعلام طريقة وجود الأضواء وكذا هذا بحد ذاته فيه إشارة إلى يعني هذا يشبه ثقافة نايت كلاب يعني هذه الملاهي الليلية وغير ذلك لكن حتى هذه كما يقال نغض عنها الظرف بعد ذلك بروم نايت هنا عندك ماذا حفلة ليلية للفتيات أي خطاب هذا أي نوع من الخطاب أنت أي نوع من التربية أنت تعطيها لبنات المسلمين على الأقل تسميها مثلا كما يقال باللغة الفرنسية سواغي أمسية أمسية للفتيات لا نايت ليلة للفتيات يعني هذه سبحان الله مصطلحات هذه الثقافة ماذا؟ ثقافة أهل الفواحش متفقون على هذا خاصة في بلاد الغرب ماذا تفعل فتاة في الليل في الشارع؟ فتاة في الليل حتى إذا كانت مع بقية فتاة حتى في مركز إسلامي لكن أي ثقافة هذه؟ من أين جئتم بهذه الأمور؟ بهذه العقلية العجيبة جدا سبحان الله هذه هؤلاء إخواني في الله عز وجل الخطر فيه الذي يفعلونه والله هذه قضية كبيرة جدا وأنا إنما أضرب المثل بهؤلاء فقط أنا لست أتابع هؤلاء أنا معرض عنهم ومنشغل عنهم من وقت الحمد لله لكن أحد الإخوة هو الذي أرسل إلي بهذه المعلومة اليوم وقال لي أنظر ماذا يفعلون سبحان الله فقضية خطيرة جدا إخواني في الله عز وجل هؤلاء الآن شاءوا أم أبوا بطريقة مقصودة أو غير مقصودة لا يهم نحن ننظر إلى الضرر والمفسد العظيمة جدا هؤلاء الآن باسم المراكز الإسلامية وباسم الدين وتحت غطاء الدين لأن الأمر إذا جاء مثلا من كافر أو منافق أو زنديق أو شيء أو مشرك أو ملحد سهل نحذر منه نقول هذا لكم دينكم واليدين أنت تحذر أبنائك تقول نحن لسنا مثل هؤلاء نحن نتبرأ من هؤلاء هذا أسهل أسهل مخرج لأي مسلم حتى يبرئ نفسه وحتى يبين لأبنائه كيف يعني يتبرأ من أفعال الغير وهذا يفهمه كل إنسان في العالم سبحان الله حتى الكفار حتى والله مشركين يهود نصارى كل واحد يفهم أن كل أصحاب دين عندهم ثقافة خصهم وعندهم قيم وكذا لكن إذا جاءك البلاء من بني جلدتنا ممن ينتسبون إلى ديننا بل ممن ينظر إليهم على أنهم هم القدوة وهم حملت راية الدين في هذه البلاد هكذا العوام كما قلنا لكم حتى غير المسلمين حتى الحكومات ورجال السياسة والإعلام وكذا ينظرون إلى المساجد يقول لك والله يا أخي يقول لك يا حبيبي وصديقي هذه حجة عليك يقول لك انظر المساجد هي التي تفعلها هل أنت تعرف خير من المساجد أنت ماذا تريد طيب لماذا أقول هذا كما قلت لكم هؤلاء الآن يقومون بالقضاء على بقية بقايا الحياء الموجود مع بنات المسلمين أعيد مرة أخرى بقايا الحياء تأمل هذه الكلمات لماذا أقول بقايا الحياء ديننا دين حياء وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت وكم من الأحكام الشرعية الإنسان ربما لا يعرفها ولم يسمع عنها ولم يقرأها في الكتب وكذا وكذا لكن سبحان الله يعني هي موافقة لفطرته وموافقة للحياء فتجده يعمل بها بطريقة ماذا عفوية إذا كان على الفطرة على الحياء إذا لم تستحي فاصنع ما شئت كما في الحديث مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أنا أقول بقايا الحياء لماذا بقايا الحياء بقايا الحياء هناك أمر هناك حقيقة مرة لا يناقش فيها إنسان عنده عقل سبحان الله لا يناقش فيها ولم يخالفن فيها إلا إنسان مكابر لا يريد أن يقبل الحق هذه الحقيقة هي أن أبناء وبنات المسلمين إذا تحدثنا عن الحياء نتحدث عن جميع الأولاد والبنات لكن أكثر من ذلك طبعا البنات عندنا نحن أحسب قيمنا الإسلامية فزينة المرأة في حيائها ومن أعظم ما يميز المرأة الصالحة حيائها مع خشيتها للعزوجل طبعا وغير ذلك هذه البلاد والثقافة الموجودة في هذا الزمان والسوشال ميديا والمدارس والتربية في المدارس والشوارع كذا 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 انتزعت من فتياتنا إنما رحم الله انتزعت من فتياتنا الحياء هذا أمر كما قلناه لكم يعني هذا أمر لا يخالف فيه إلا إنسان مكابر جدا لكن هناك سبحان الله بقية حياء بقية حياء في أي مسلم يكون فيه بقية فطرة سبحان الله بقية خير المسلم من حيث الأصل تجده يعظم المسجد يعظم بيت الله سبحانه وتعالى والله تجد من المتبرجات ومن كذا كذا المسجد عندها ماذا؟ خط أحمر لكن الناس إذا رأت أن القائمين على المساجد هم الذين ينتهكون حرمات الله عز وجل هم الذين يشدعون الناس على انتهاك حدود الله عز وجل فهذا ما معنى هذا؟ الناس خلاص بالنسبة لهم سيقول لك مادم هؤلاء فعلوا هؤلاء إدارة المسجد تقول لنا ماذا؟ حفلة ليلية للبنات مفتوح هنا كما هو مكتوب اللغة الفرنسية وفاغ النشاط هذا مفتوح لكل فتاة لكل شابة في العمر جانفان يعني امرأة صغيرة في السن من الثانوية فما فوق إلى الجامعة طيب الآن نحن لم نصل بعض إلى المقصود الأكبر هنا ننزل هنا هناك طبعا المعلومات هناك كيف التسجيل وكذا 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 النشاط ينتهي على الساعة العاشرة ليلا تقريبا الأخ الذي أرسل إلي بهذه المعلومة حول هذا النشاط أخطر أمر أن الأخ يعني ربما هو أو غيره قام بفتح رابط التسجيل هناك رابط تسجيل مرفق مع الإعلان وهو موجود على الجوجل دوكس جوجل دوكومنتس فهذا هو هذه صفحة التسجيل الفتاة التي تريد أن تسجل نفسها تحجز مكان في هذا النشاط كيف تبدأ الرسالة هنا قبل أن تسجلي نفسك اتقرأ هذه المعلومات سلام عليكم نشكرك على اهتمامك بهذا النشاط وكذا 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 هذه المعلومات نفس الشيء هنا التاريخ التوقيت أو غير ذلك البرنامج ما هو البرنامج بروغرام هنا البرغرام الهدايا والحلويات وكذا متفقين ما في مشكلة هنا بعد ذلك ماذا عندك؟ عندك بيست د دانس بوربيا تنبيانسي هذه باللغة الفرنسية ما معنى بيست د دانس كما يقال بالانجليزية هنا دانس فلور دانس فلور يعني لا أعرف كيف يسمونه باللغة العربية وإن شاء الله ما فيه كلمة أتمنى أنه ما فيه كلمة وما فيه مصطلح يعني يترجم هذا الكلام بطريقة دقيقة لأن هذه الكلمات كلمات أهل الفحش وأهل الفساد ما معنى بيست د دانس إخواني في الله عز وجل ما معنى دانس فلور باللغة الإنجليزية وأي إنسان لا يصدقني أنا أظن الناس كلها تعرفي هذا الزمن لكن إنسان مثلا والله يعيش لا أعرف أنا فيه ما شاء الله يعني عليه يعيش في كوكب طاهر هكذا بعيد ولا يعرف شيء عن الفساد الموجود في هذا العالم إذا كان لا يصدقني أنا لا أشجعه لا أشجعه طبعا لكن أقول من حيث الجانب النظري هنا ممكن يدخل على الجوبل ويبحث على الصور ويكتب هذه الكلمات باللغة الفرنسية بيست د دانس وسيرى الصور التي ستخرج له حتى يفهم ما هي بيست د دانس بيست د دانس هي المساحة التي تكون مخصصة للرقص مكان مخصص للرقص يعني وهذه عادة تكون في النوادي الليلية في النايت كلوبس وكذا يعني حتى المصطلح نفسه مصطلح مقزل جدا فقط لو قالوا سيكون هناك مثلا أناشيدة وكذا لا 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 هناك تأكيد هنا بيست د دانس هناك مكان دانس لور مكان مخصص للرقص سيكون هناك رقص سبحان الله وكما قلنا لكم إخواني في العز وجل والله لو كان نشاط مخصص للفتيات مثلا في مسجد وهناك بعض الفتيات بطريقة عفوية من غير ترتيب ومن غير تشجيع أو كذا يعني ربما يعني ترقص على بعض الأنشيد أو تغني كذا هذا أمر لا يعنينا ومنكر ربنا إذا كان في بيت العز وجل طبعا أتحدث حول المسجد لا أتحدث حول أرس أو يعني مثلا حفلة بين النساء نحن نتحدث في المسجد حتى لو حدث هذا في المسجد لكن بطريقة عفوية يعني هناك ناس أخطأ فتيات أخطأنا مثلا هذا منكر خفي عنا ولا يعنينا والله عز وجل يتوب على الجميع لا نحن نتحدث حول سبحان الله انظروا هنا تشجيع يعني أنت تقول للفتيات من قبل يعني من قبل تجهزهن نفسيا تعالي حتى ترقصي وطبعا تخيل فتاة نشأت في بلاد الغرب تدرس بلاد الغرب في الثانوية إذا قلت لها تعالي ترقصي يعني بالله عليكم سترقص على ماذا يعني هي تتوقع ماذا مثلا بالله عليكم يعني هل هناك يعني مثلا ستكون هناك تغريد العصفور مثلا يعني الباقية معروفة يعني لا نحتاج أن نفصل ولا شيء سبحان الله وأكثر مكتبون وأكثر هناك أشياء أكثر ثم تأملوا بعد ذلك تأملوا جيدا سبحان الله هذا في مركز إسلامي سبحان الله ما هي الله المستعان قبل قبل عقود وقبل سنوات لما جاء المسلمون إلى بلاد الغرب جمعوا الأموال والتبرعات واشتهدوا كذا حتى ذهبوا إلى الخليج وإلى البلاد العربية وكذا حتى يجمعوا الأموال والملائم ماذا قلت حتى نحافظ على دين المسلمين في بلاد الغرب ونقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وغير ذلك وكانت الرسالة أن المساجد هي التي ستقوم بتحبيب الدين إلى الناس وتعلم المسلمات مثلا فنحن إنما نتحدث حول الفتيات لأن هذا الموضوع طبعا يخص حفلة للفتيات كما ذكرنا لكم فكان المقصود أن هذه المساجد والمراكز الإسلامية من حيث الأصل هي التي تقوم على حث المسلمات على الخجاب واللباس الشرعي وما يحبه الله سبحانه وتعالى وما يرضاه سبحانه وتعالى من حسن الأخلاق في حدود الحياة والتعامل بين الرجال والنساء الأجانب وغير ذلك هذه الأحكام الشرعية معروفة لكل أحد لكن تأملوا الآن هذا مسجد هذا مركز إسلامي كما قلنا لكم النشاط الإعلان الرسمي هنا التفاصيل الرسمية ما هي الأوامر الرسمية كما يقال مكتوب هنا باللغة الفرنسية ما معنى الدراس كود يعني الهندام اللباس تعرفون مثلا إنسان شرطي مثلا يشتغل في الشرطة إنسان يشتغل في مطعم مثلا فهو يلزم بلباس معين هناك حدود للباس عليك أن تلبس هذا اللون ولا تلبس هذا اللون وعليك أن لا تلبس هذا النوع من اللباس وكذا وكذا هناك شروط فهذا يسمى دراس كود هندام معين حدود اللباس فهنا سبحان الله لح أن تتوقع إذا كان الإعلان فيه كلام عن اللباس تتوقع أن هذا مركز إسلامي سيكون فيه مثلا تذكير الأخوات والفتيات بأهمية الاحتشام واحترام المسجد وبيت الله سبحانه وتعالى خاصة مرة أخرى كما قلنا لكم وأننا نعيش في بلاد الغرب والكثير من فتيات ومن بنات المسلمين هذا أمر عادي جدا هذا ليس فيه طعن في شرف أحد أو شيء هذا أمر لا ينكره كما قلنا ذلك ميرالا إلا إنسان مكابر أو إنسان يعيش في كوكب آخر يعني الكثير من فتيات من بنات المسلمين إن لم يكن أكثر بنات المسلمين في هذه البلاد لا يعرفن ما هي حدود الله عز وجل في اللباس وكذا وكذا خاصة في هذا الزمان مع السوشيال ميديا وما عنه معها طيب فأنت المفروض تذكرهن بأهمية الحشمة وهذا واحترام بيت الله سبحانه وتعالى لكن لا يقول لك ما فيه ما فيه حدود هنا ما فيه ما فيه جراس كول سبحان الله أحيان حتى في المدارس على فكرة هم الآن يدعون فتيات مثلا من الثانوية وكذا حتى في الثانوية المدارس الثانوية في هذه البلاد مثلا هناك جراس كول البنت والولد كذلك ملزمون باللباس معين هناك شروط معينة لللباس هؤلاء في بيت الله عز وجل لو سكتوا مثلا وقالوا لو قالت مثلا نحن من باب الدعوة وتألف هؤلاء وكذا وكذا لن نفرض عليهم شيء لن ننكر عليهم هناك بعض الحدود بعض الأمور التي سنتسهل فيها لن نكلمهم لا قلنا ربما يعني نحن طبعا أنا لا أقول بهذا أبدا لكن نقول هذا فيه نوع تأويل عنده مقصد حسن لا هؤلاء يصرحون يقولون الفتاة ما في شيء أنت ملزمة به لكن تأمل هذا الكلام العجيب سبحان الله ولكن مع ذلك نحفك نشجعك نقترح عليك طي ما هو الاقتراح الذي لا يعرف اللغة الفرنسية الآن أنا متأكد أنه مثلا سيفكر يقول لك ما هو الاقتراح لعل الاقتراح نحن نقترح عليك نشجعك مثلا بأن تأتي وأنت تلبسين الحجاب تلبسين جلباب تلبسين خمار مثلا على الأقل تلبسين لباس طويل مثلا أنت تتوقع هذا والله ليس بهذا سبحان الله نحن يقول لك ما في حدود ما في لباس إلزامي واجب لكن نحن نقترح عليك نشجعك يا أختي إذا أتيت إلى المركز الإسلامي إلى المسجد أن تضعي أحسن الثياب ما هي أحسن الثياب بالله عليكم خاصة الإخوة والأخوات المسلمين الذين يعيشون في الغرب ما معنى إذا خطمت فتاة تعيش في الغرب تقول لها إلبسي أحسن الثياب ما هي أحسن الثياب فلا تخاطب ناس يسكنون في الصحراء ناس من البدو مثلا فقراء كما كما أحسن الثياب يعني عندها فستان واحد لا تلبسه إلا مرة في العمر لا معروف جدا يعني أحسن الثياب يعني هي بالنسبة على الأقل أنا لا أتكلم هنا حول مقصود المخاطب وإنما أتكلم حول فهم المخاطب على الأقل حتى كما يقال لا ندخل في نياته كما ما هو أحسن الثياب لها بالنسبة لها في ثقافتها خاصة فتاة في الثانوية ما هو أحسن الثياب بالنسبة لها في هذه البلاد بالله عليكم المكياج واللباس والتبرج العجيب سبحان الله لا يوجد مسلم لا يوجد مسلم على ظهر الأرض يعرف شيء من الفقه أنا أتكلم حول المسلمين لا أتكلم حول المسلمين الذين هم هؤلاء الأقليات الشباب كذا الذين يجهلون لكن المسلمين المستمعين إلى هذه الحلقة مثلا وهذا المقطع إن شاء الله أغلبهم من من يعرف جيدا نغة العربية وربما عاش في البلاد العربية وكذا وكذا أو في بلاد المسلمين بلاد المشرق كذا يعرف أن الفقهاء العلماء يتكلمون حتى حول حكم خروج المرأة للمسجد وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عائشة رضي الله عنها المعروف حول ما حدثته النساء بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأن المرأة لا تمنع من بيت الله عز وجل المرأة لا تمنع من بيت الله عز وجل طبعا إذا جاءت تصلي ليس إذا جاءت ترقص فهي لا تمنع من بيت الله عز وجل لكن بشرط أن تأتي تأتي مستورة يعني تأتي وهي تحترم بيت الله عز وجل وتحترم حدود الله سبحانه وتعالى العلماء يتكلمون هذا كلام واضح وعليه تقريبا شبه إجماع واتفاق للعلماء أن المرأة إذا كانت تأتي وتلبس اللباس الفاتن وكذا وتأتي للمسجد فهذا مسجد ولا مكان للمحاصي وللفجور وكذا وكذا فبالله عليكم نحن نتحدث حول أخطاء تصدر من فتيات أو من مرأة فنقول كيف نتعامل مع هذه المرأة كذا لا هذا المسجد نفسه المركز نفسه هو الذي يشجع رسميا يشجع الفتيات على أن يأتينا إلى المركز وهن يلبسن أحسن الثياب وكما قلت لكم معروف ما معنى أحسن الثياب في هذه البلاد وإن لله وإن إله رجعه فهذه أخواني في الله عز وجل هذه المسادد هذه المراكز التي كنا نتوقع ننتظر منها أنها تنقذ ما بقي من الحياء من الفطرة في قلوب الشباب والفتيات ها هي الآن تعمل على هدم هذا الحياء بقايا الحياء مفروض سبحان الله أنت كمسلم خاصة في هذا الزمان وخاصة في هذه البلاد الغربة أصبحت شديدة وخاصة الغربة فيما يتعلق هنا بالفضيلة والحشمة وكذا أنتم تعرفون كلكم ما الذي يحدث وهذا موضوع آخر كلكم تعرفون ما الذي يحدث الآن في المدارس وهذه المناهب التعليمية الجديدة ونشر الفواحش والتطبيع للفواحش بل الأمر للفواحش وكذا وكذا فالمفروض أن المسلم في هذا الزمان سبحان الله لم يصبح له مكان مفروض يعني يرتاح فيه يعني يهنأ فيه على أولاده إلى المسجد فتخيل الآن إذا حتى المسجد الآن أصبح مصدر فتنة أنت إذا ابنتك تقول لك سأذهب إلى المسجد فيه نشاط في المسجد في المركز الإسلامي نشاط للفتيات أنت سبحان الله الآن تدخل في بانيك مود كما يقال تبدأ تفتش وتبحث ما هذا النشاط وماذا سيعلم من الذي سيقيم هذا النشاط وما هو البرنامج وما الذي سيحدث أن تتخفى على إبلتك حتى عندما تذهب إلى المسجد إن لله وإن إليه راجعون الذي لا يصدقني أخواني في العزة والجل والذي لا يفهم ما مقصودنا من هذا الكلام لماذا لماذا والله لو كان هذا فقط مجرد استثناء هكذا فقط يعني خطأ شيء حدث من مركز من المراكز ربما كذا كذا نقول يعني خلاص نسكت هذا كما كان يقول بعض الظلماء أميت الباطلة بعدم ذكره بإهماله نسكت خلاص يعني شيء حدث مرة هذه الأمور الآن في تزايد وسبحان الله أصبح لها تأثير كبير جدا على فهم الجيل الجديد فهمهم لدين الإسلام كما قلنا لكم هذا مركز بضل مثلا القائمون عليه هم في الستينات والسبعينات من العمر إدارة هذا المركز هؤلاء المتحكمون في هذا المسجد كأنه ملك لهم كأنه ملك شخصي كما هو عادة يعني أغلب المتحكمين في المساجد المؤسسات الكبرى في بلاد الغرب تجدهم يتعاملون مع المساجد والمراكز الإسلامية كأنها أملاك كأنها أملاك شخصية سبحان الله لكن هؤلاء في الستينات والسبعينات من العمر وجاءوا من البلاد العربية ونشأوا في البلاد العربية ليسوا ممن يجهل أحكام الإسلام ولم يسمع كلام العلماء أبدا هؤلاء الكثير منهم نشأ كما يقال في جماعة إسلامية وكذا 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 فهم يعرفون أحكام الإسلام لكن ماذا؟ حتى أحكام الإسلام التي يعرفونها ماذا؟ أعرضوا عنها وأصبحت عندهم غريبة إذا كان هذا هو إخواني فلعز وجل مآل ونتيجة ونهاية الجيل الأول من المهاجرين جيل الأباء ما الذي سيحدث لجيل الأبناء إذا لم يتدارك المسلمون الأمر؟ ما الذي سيحدث لأبناء المسلمين في بلاد الغرب؟ أي دينين أي إسلام سيبقى معهم بعد عشر سنوات بعد خمسة عشرة السنة بعد عشرين سنة على أقصى حد إلا أن يشاء الله عز وجل لن يبقى شيء من الإسلام إلا بعض الأشياء يعني ليس حتى شعائر ظاهرة فولكلور كما يقال ثقافة ربما بعضا يعني المتاحف أو أسماء علي ومحمد وأحمد وكذا وكذا فقط سبحان الله فكما قلنا لكم الذي يريد أن يأخذ هنا مثال عن الذي يحدث في بلاد الغرب عمليا الآن عمليا انظروا هذا المقطع الآن هذا مقطع من مسجد في أمريكا هذا من شهر رمضان هذا الماضي مسجد في أمريكا اسمه مسجد عباد الرحمن يعني الذي صور هذه المقاطع نشر مقاطع أخرى لكن هنا أنا اخترت فقط مقطعي هذه الصلاة الترويح الفوق في المسجد هنا الطابق العلوي كما ترون في الخلف هناك طابق علوي مرتفع قليلا هذا مصنى مخصص للنساء والذي بنى المسجد الذي صنم المسجد حتى من اعتنائه بالنساء أنه جعل هناك طريقة تسمح للنساء لنساء الفوق في الطابق العلوي برؤية الإمام النساء عندهن القدرة على رؤية الإمام ومتابعة الإمام من الفوق لكن الرجال لا يستطيعون أن ينظروا إلى النساء الفوق فهذه فكرة جيدة نساء في قاعة الحمد لله واسعة وكذا وفيها راحة لهن وكذا وكذا وكذلك النساء يعني يتمكن من رؤية الإمام ومتابعة الإمام وإذا فيه درس مثلا يتابعنا الشيخ وكذا 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 لكن الحمد لله عندهن مكان مخصص لهم انظروا الآن هذا الجيل الجديد والذي يدقق في الصور أنا لا أريد أن أعمل زوم كذا لا أريد أن أطلب منكم يعني أن تتعمدوا التثقيق في الصور لكن في الصور واضح جدا أنه أغلب المصليات هنا هنا من الفتيات يعني صغيرات السن فسبحان الله انظروا تركنا المصلى الفوق ونزلنا إلى التحل لا أتلمن الذي أمرهن بذلك له ربما واحدة كما جاءتها فكرة سول لها الشيطان قالها أتركوا المصلى الفوق انزلنا وصلينا مع الرجال وراء الرجال مباشرة إذا دققتم هنا في أول المقطع إذا دققتم في أول المقطع دقيقة وسيرجع إن شاء الله هنا في الأمام تأملوا في الأمام مع اليمين هنا فيه صف صغير جدا مكتوب حتى الفوق مكتوب يعني الفتيات وصلينا الآن في الصف الرابع هناك جماعة مجموعة صغيرة من النساء سبحان الله من الفتيات كانت عندهن جرأة شوف مكتوب كان عندهن جرأة للاقتراب والصلاة وراء الأولاد ووراء الرجال لا أعرف هل فعلنا ذلك من باب التعمد من باب كما يقال يعني الجرأة والتحدي لا يخفى عليكم فيه الكثير من بنات المسلمين ومن نساء المسلمين في هذا الزمان عندها هذا الفكر النسوي هذا الفمينزم بالنسبة لها تحدي يعني أن تصل وتصلي مع الرجال مثلاً أو وراء الرجال كذا هذا إنجاز يعني مثلاً أو ربما والله من شدة الجهل ربما من شدة الجهل مثلاً يتصورنا أن الصلاة يعني في الصفور كلما اقتربنا من الإمام مثل الرجال يكون الأجر كذا كذا الله أعلم لكن انظر القضية بدأت هكذا خطوة هذه هذه سبحانه في ليلة واحدة فقط الخطوة الأولى النزول من الفوق إلى التحت الصلاة مباشرة وراء الرجال كما يقال هذه يعني ما غضو الطرف كأننا لم نرى شيئاً انظروا الآن المقطع الذي بعده يعني كان هناك صلاة العشاء صلاة الترويح أربع ركعات ثم الإمام يعني ربما ألقى محاضرة أو شيء درس هكذا ثم ما الذي حدث بعد الدرس مباشرة تأملوا الآن مقطع آخر الآن نحن الآن في نفس الليلة بسم الله انظروا إخواني في الله عزيزيون انظروا انظروا خلاص هدمت يعني ما في حدود ولا سواتر ولا شيء فيقول هنا الأخ يعني صاحب المقطع الذي يصف المقطع يقول الفوق لمكان فارغ ضد النساء لكن انظروا سبحان الله الفتيات خلاص يعني هجمنا على الرجال على النصار خلاص مخالطة تامة وانظروا هذا الأخ مسكين انظروا انظروا هذا الأخ مسكين يعني في الوسط يقال سبحان الله أخ واحد هكذا كأنه يعني وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى يعني إنسان هكذا يعني يذكرهن بالله عز وجل إنسان واحد فقط رجل واحد سبحانه الله والله عجيب البقية كلهم هكذا واقفون في الصف لا يفعلون شيء أخ واحد هكذا فقط شيء من الغيرة على حدود الله عز وجل يعني يخشى والله هذه قضية خطيرة جدا هل أصبحنا مثل بني إسرائيل يعني سبحانه الله أمر عجيب والله عجيب جدا ترونه مرة أخرى سيأتي هكذا والآن سيخرج سترونه الآن موجود الآن هذا الأخ يأمرهن بالرجوع إلى الخلف ثم الأخ يده على رأسه يعني سبحانه الأخ في حير الآن ماذا يفعل بالله عليكم هذا مشهد يرضي الله عز وجل هل هذه هي نهاية المسلمين في بلاد الغابق وين في الله عز وجل أين عئمة المساجد أين الدعاة أين المشايخ ما هذا الصمت العجيب ما هذا الصمت كما قلنا لكم خاصة أصحاب يعني المناصب الكبرى في المساجد الكبرى وكذا وفضيلة الشيخ ويتعالى وينفخ الصدر والدكتور والعلامة والأستاذ والماجستار وهو في حقيقة الأمر ماذا؟ مجرد خادم عند إدارة المساجد سنتقوني أخواني في الله عز وجل أغلب الآئمة في المساجد الكبرى هذه إلا الذي تجده يعني يصدع بالحق ولا يخاف الله عز وجل لومة الآئمة لكن أغلبهم إلا من رحم الله عز وجل لا يكاد يبالي إلا بالراتب وماذا؟ وظروف العمل هو مجرد موظف لأن الأمر الأول قانونيا كما قلنا لكم ليس هو الذي يتحكى في المسجد الذي يتحكى في المسجد هم أصحاب الإدارة هؤلاء هم قانونيا هم أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة ليس المصلون وليس الإيمان لذلك لا تعرف هذا الأمر ثم أمر الثاني حتى هؤلاء الآئمة خاصة في المساجد الكبرى كذا كذا كانوا أصحاب كلمة وأصحاب مواقف يعني وغير على حدود الله عز وجل والله مهما كان قانون أو ليس قانون يعني الناس ستتعلم دينها والناس تغضب لدين الله عز وجل لكن نستنظر إلى هؤلاء الأئمة فتجدهم إلا من رحم الله لا أعمل طبعا لكن سبحان الله نستعرف الآن يعني نستقاتي ببدع من القول يعني نستعرف ما الذي يحدث وأنه إنما أذكر ما تقرر في أذهان الناس وفي تصوراتهم الأئمة إلا من رحم الله عز وجل أصبحوا موظفين هو جاي يقوم الشغل وظيفة يصلي بالناس الخطبة والموعظة يقرأ من كتاب أو كذا وكذا مواضيع هكذا مواضيع التي تعجب الجميع ليس فيها إنكار شيء على الناس لا يأتي فيها بأحكام الناس لا تعرفها لا يأتي بشيء يخالف فيه إدارة المسجد أو شيء فلذلك سبحان الله طبعا إذا هان الدين عند أصحاب الإدارة إدارات المساجد والمراكز الإسلامية ثم أصبح الدين كذلك هينا عند هؤلاء الأئمة طبعا سيهون الدين عند العوام أمر عادي جدا يعني لماذا بعد ذلك الناس ستعظم الدين دين الله عز وجل لماذا وأختم هنا بقصة سبحان الله ذكرها لأحد الإخوة وهو أخ يعني كبير في السن ومحترم في المدينة التي يسكن فيها بارك الله فيه هنا في أمريكا الشمالية نفس الشيء فذكر لي قصة هذا الأسبوع يقول ذهب الأخ هذا ذهب إلى حفل تخرج في مبرسة ثانوية إسلامية سبحان الله تابعة لأحد المراكز الإسلامية في مدينته فيقول أخ عندما دخلت يقول سبحان الله وجدنا أن الفتيات كما وصفت لكم الفتيات بنات المسلمين يعني أتينا بلباس فاضح وبالمكياج كذا يعني مشهد فات ضدا مستحيل أن مسلم يخشى الله عز وجل يقر هذا المشهد وهذا في مبرسة إسلامية فطبعا هذا ماذا يعطيك؟ هي يعطيك فكرة أنه سبحان الله النتيجة خراب هذه مبرسة إسلامية هذا حفل تخرج يعني هذه الفتاة ترست عندك أربع سنوات خمس سنوات في هذه المبرسة الإسلامية نتيجتها في الأخير ماذا؟ خراب يعني أحسن ما نستطيع أن نقول ربما ماذا تخفيف أضرار يعني مقامة بالمدارس الأخرى فقط يعني فقط تخفيف الأضرار فقط يعني تخفيف الضرار فقط لكن سبحان الله يقول يقول هذا الأخ بأن إمام المسجد إمام المسجد الذي هو المسجد القائم على هذه المبرسة كان حاضرا فقال يعني يقول جاء هكذا إلى الأخ هذا الإمام وليس أمام الملأ هو لم يتكلم يعتجر أن ينكر عن الناس كالهؤلاء لا يتجرعوا ليس عن جرء سبحان الله يقول جاء إلى الأخ وماذا قال له؟ يعني كأنه استنكر قال ما هذا؟ هذا هو حال عنه إنا لله وإنا إليه راجع الفتيات فالأخ ما شاء الله عليه من صراحته ومن نصيحته رد على الإمام فقال هذا عملك هذا الذي أنتجته أنت أنته أنت هذا بسببك أنت أنت تتحمل جئس كبير جدا من مسؤولي أمان الله عز وجل طبعا كلام صحيح هذا لأنك أنت قال له أنت تخطب في الناس إمام من بركة من سنوات لا تعلم من نساعد الأحكام لا تبين أحكام الله عز وجل لا تنكر المنكر سبحان الله لا تنكر المنكر تسكت ناس تستفتيك وتسألك في الأحكام الشرعية فدائما تقول ماذا مسألة فيها قولان فيها ثلاث أقوال القول الأيسر المعروف هذا من مذهب بالتيسير هذا موجود في حتى في البلاد العربية وكذا لكن خاصة في بلاد الغرب هؤلاء ناس يعني من أشد الناس جهلا وجرأة على أحكام الله عز وجل ولا يخافون الله عز وجل لكن ماذا يفعل يسمي هذا يعني يجعلون نحن فقهاء وفقهاء المصلحة وفقهاء المقاصد وكذا وفتاوى التيسير تسير على المسلمين هذه هي نهاية التيسير هذا غير المنضبط أنا لا أقصد التيسير الذي هو حق نعم التيسير حق في دين الله عز وجل لكن التيسير الذي هو كل شيء اختار يعني ما يحبه المشاهدون وما يرضي الناس وكذا وما يجمع للناس الدولار والدنيا وكل شيء ومن يبالي بالدين هذه هي نهاية التيسير والقادم أدهى وأمر والله القادم أسوأ وأنا أعرف جيدا هنا لست أرجم بالغيب ولا شيء أنا أعرف جيدا نحن الحمد لله نعمل في مجال الدعوة ومع الشباب من سنوات طويلة جدا الحمد لله أكثر من أغلب أئمة المساجد ولا فخر الحمد لله هذا من فضل الله عز وجل لكن هذا لم تروا شيئا بعد إلا أن يتداركن الله عز وجل برحمته إذا قام المسلمون وتداركوا الأمر واستعانوا بالله عز وجل خاصة هنا أخاطب كما قلت لكم عوام المسلمين الآن الكرة في أيديكم خلاص إنسى وإمة المساجد إنسى والجميع الآن أنتم مسؤولين عن أبنائكم وعن مستقبل أبنائكم خاصة من كان ينوي البقاء في بلاد الغرب أو كان عنده ظروف مثلا تلزمه بالبقاء في بلاد الغرب ولو لسنوات يسيرة عندما أقول البقاء في بلاد الغرب لا أحد يقول لي والله أنا عندي إن شاء الله خطة أني سأذهب وأرجع إلى البلد وعن قريبه بعد سنوات لا لا ما فيه كلام بعد سنوات الذي لن يغادر بعد أسبوع أو بعد شهر أو شيء ما عنده خطة مباشرة هكذا على المباشر ذاهب فهذا يعتبر نفسه أنه هنا حتى الآن فما دام هو هنا عليه أن يعتني بما يصلح أبنائه وأن يجتمع مع إخوانه المسلمين وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عنه المنكر ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى المسلمين جميعا صلى الله وسلم ودارك على مبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين